السلام عليكم مرحبا بكم في قناة وصفات ايمان كنتمنى تكونوا بألف خير اجبت لكم اليوم بسبوسة بشكلات مخالفة للبسبوسة العادية اللي كنديرو ديمة انشاء الله المقادر ديولها شساديين عاديين سوف نحتاجه بسم الله على بركتي الله ثلاثة ديال البيضات بحرارة ديال المطبخة كيف ما كتشوفوا الحجم ديالهم كاس الزيت كاس الحليب كاس سنيدة وكاس تقيق فورس وهنايا جوش كسان ديال سميدة رقيقة عندي واحد فاني وعندي جوش خمارات 8 غرام وعندي بودرة ديال كاكاو اللي غادي ننزوق بيها البسبوسة جالي ونبدأوا على بركتي الله هنايا غادي ناخد البيض باش غادي نضيفه في الزلافة وغادي نطربه مزيان هذه البسبوسة كيجي شكل دياله زوين وكيجي تلمادق دياله زوين وغنسقيوها انشاء الله كيف ما غا تشوفوا معي بوحد السيرو زوين والديد كيجي كتجي شاربة كتجي فاز غا زوينة هناك كيف ما قلت لكم البيض يخصو يكون بحرارة ديال المطبخ وعندي الحجم ديال البيضة متوسط يعني ماشي صغار اذا كانوا عندكم صغار استعملوا ربعة كانوا عندكم قد هاد الحجم هذا استعملوا ثلاثة هنا غادي ناخد شوية ديال ملحة واحد دراس ديال المعلقة نطربوه مزيان مع البيض كيف ما كتشوفوا نوعو ديال ملحة ديالنا نوعو ديال قوتي ديالنا كل مره وشنو كنحضروا هاد البسبوسة سهلة وكتجي مغايرة حيس كيكون فيها شوكلاد صراحة باقي مع مرمش شفش واحد دار هدي ديال البسبوسة ديال الشوكلاد بحالكا كتجي مزخرفة جاء الله ونطربوها واتردو اخبار كجيزوينه هنا ما بد ما تطربا ما بزيان البيض مع هديك المليحة ومع كاس ديال السانيده كيف ما كتشوفوا انا ضفت هنا هاد فاني وهنايا بضع ضيف شوية شوية كنتطرب وكنتضيف في الزيت والعبار ديالي العبار بكاس ديال العنبه طلعوا كل شيء في الكاس ديال العصير ولا في العجانة اضطر بالبيض والعناصر كاملين هادو ممكن انا قدرت غير هذا الطراب العادي اليداوي ديالنا اللي كنستعملو كل نهار هنايا بديس نضيف كاس ديال الحليب كيف ما كتشوفو ونطرب دي ما تحرك تحرك نطربو مزيان باش كي يجانسو لنا العناصر كاملين والخالد ديالنا كي يكون الكتافة دياله مزيانة ممكن استعملو طراب الكهربائي ممكن استعملو طلعوا بالبيض كيف ما كتشوفو الخالد كي يجيب حال هاكا كي يجي خفيف ونحيد هادو وغادي ندوز باش غادي نكمل عندي كاس ديال فورس هنا دقيق ديال الحلويات ديجا مغربة وغادي ندخلو مزيان في الخالط ونطرب مزيان مزيان وغادي نحرك سميدة مزيان وغادي نحرك سميدة مزيان وغادي نحرك بوحد معلقة صغيرة حتى ستدخل الخمارة ستدخلو مزيان في سميدة كيف ما كتشوفو هنائي سهل الطريقة غير لي ما بغاية نجرب كيف ما كتشوفو هنخلط مزيان هادوك الخمارات نخلطهم مزيان مع سميدة وغادي نضيفهم على الخالد وغادي نضيفهم بشوية بشوية ونحرك مزيان حتى غادي تخلط لي هادوك السميدة كاملة بدخل ويتجانسوا العناصر ديال بسبوسة كاملين ونخلطهم زيان بحل هكا كيكون القوام دياله خفيف وكتكون خفيفة يعني ماشي كتجيش عاقدة ومتخافوش من النهارة ما كتشربش بزاف مدور قوام دياله كيجي خفيف هنا عادي ناخد شوية ديال الخالط ما عاديش ناخد بزاف عادي نعمرش هادو زلافة كاملة غير تقريبا شوية اه ناقصة وغادي نضيف لها شكلات غبرة كاكاو اذا كان لديكم كاكاو المر ديرو معلقة صغيرة هنا عندي هادو ديال اقبيل هنخلطه مزيان 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 وراني ديجا وجيت المول اللي غادي غادي نضيل غادي طيب فيه البسبوسة ديالي دهنتو بالزبدة مزيان ورشيتو باسميدة رقيقة وهنا عا نحاول ندخل مزيان هادو الشكلات ما يبقىوش عندي جوج ديال الالوان في البسبوسة يكون اللون واحد موحد اللي هو اللون ديال الشكلات عادي كتجي البنة ديال هزوين او الله كيف ماشو هاي اللاطا دلت لاطا هادو كارية ماشو ديرو المول ديال الزاج ديرو كا كان عندكم شي مول دائري يعني ما فيش هديك تقبلي كتكون ملوس توا ديروه هنا غادي نفرش ندير الطبقة التحتانية هي العادية ديال البسبوسة العادية اللي حضرنا ونحاول نوزعها مزيان على اللاطا باقي اللاطا نوزعها مزيان على هذا الشكل ونوزعها مزيان بالمعلقة نضرب اللاطا ديالي ونوزعها مزيان بالمعلقة السميدة اللي ضفنا لها الشوكولات كجي فنة رائعة هنا كملت الزلافة بحلقة وهادي ناخده هنا غادي نجيب واحد الفوغشات وهي اللي غادي نزوق بها نجرب بها العاجين باش غايجينا الشكل ديالو مزاخرة بحال هاكا على هاد الشكل ندير امواج وندير الشكل اللي بغينا احنا يا باش يدروا الشكل ديال ميرفو يديرو هنا راني ندخل ديجا سخنت الفران مزيان وغادي ندخلها الطيب من فوق ومن تحت وان شاء الله نخرجها ونعود نطلقها معاكم ونسيبوا المرحلة ديال السيرو ديالنا اللي غا نسقيو به هنا ياخدت نصف كاس ديال الساني دا جوج دوائر ديال الليمون ودائرة ديال الحامل هنديرهم فوق وكاس ديال الماء هدي نديرهم فوق البوطة تحت غادي يغلو مزيان بحال هكا غايبان وليكم كي يغلو يعني فوق عادي كيتلعو مني غايتلعو غادي حسبوا واحد جوج ديال الدقاق سافوا تحيدو هاي بسبوسة ديالي كيفما كتشوفو خرجات من الفران جات زوينة صراحة بسبوسة خليسة حتى بردات حيث السيرو بقي سخون إلا كان عندكم السيرو بارد مني تخرجوها هي كتمو جدينو على قبل مني تخرجوها هي من الفران وسخونة تضيفو لها السيرو إلا كان بحال هكا عندكم بسبوسة باردة كيما أنا تصيرو سخون هكا تجيل ديدة وكتجيل مزيانة والبسبوسة كتشرب كتشرب مزيان كان هادا هو الشكل نهائي ديال البسبوسة مزوقة بشكلات كتجيزوينة وبنينا نبدلو ديما على شوية على البسبوسة العادية نديرو فيها القشور ديال ليمون وكاس ديال ليمون وكنسقوها بالليمون وكنديرو لها الكوك أنا اختارت اليوم نوع من هادا بسبوسة واختارت هاد الشكل ديال الشوكولات ان شاء الله غادي تجربو غادي غايعجبكم المقادر ديال الاقتصاديين يعني في المتناول وعدنا في الدار موجدين علش الله من بدلوش دي مش هي كانت من هادا البسبوسة تعجبكم ان شاء الله وانتلاقوا في فيديو قادم ومرحبا بكم ما تنسونيش من لايك والبارتاج الوصفات الى اللقاء